من كواليس الفن السابع إلى دهاليز سياسة فولوديمير زيلنسكي اسم لم تتداوله الألسن كثيراً قبل عام 2022 لكنه تحول مع اندلاع شرارة الصراع الروسي الأوكرانية إلى رمز لمقاومة الغرب ضد روسيا ينحدر الرئيس الروسي فولوديمير أليكسوندروفيتش زيلنسكي وهو من مواليد عام 78 تسعمائة وألف من منطقة ناطقة بالروسية في جنوب شرق أوكرانيا حاصل على شهادة جامعية في القانون لكنه اختار ممارسة الفن المسرحية في عام 2015 ظهر زيلنسكي في مسلسله الشهير خادم الشعب حيث جسد فيه دور مدرس تاريخ يصبح رئيساً للجمهورية بمحض الصدفة بعد نجاح المسلسل قرر زيلنسكي استغلال شهرته بتأسيس حزب سياسي أطلق عليه اسم المسلسل خادم الشعب ثم أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية بدون أي حملات انتخابية حيث استغل نجاح المسلسل في الدعاية لعزل الرئيس الأوكراني أنذاك بيترو بوروشينكو وذلك في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر فقط فاز زيلنسكي بكل من الجولة الأولى من الانتخابات في مارس 2019 وانتخابات الإعادة في أبريل 2019 قبل أسابيع من بدء الحرب كان عهد زيلنسكي الرئاسي الذي بدأه قبلها بثلاثة أعوام يفقد بعضاً من زخمها إذ أنه كان يواجه صعوبات في الإيفاء بوعوده الانتخابية في بلد يعاني الفقر والفساد عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ العملية العسكرية في أوكرانيا كانت موسكو مقتنعة بأن هجومها سيكون قصيراً وبأن السلطة الأوكرانية الضعيفة ستنهار وتعرضت كل المدن الأوكرانية الكبرى لقصف عنيف بما فيها العاصمة الأوكرانية كيافا نال الرئيس الأوكراني إشادات عالمية لشجاعته في مقاومة الزحف الروسية إذ رفض مغادرة كيافا في غمرة القصف وحشد دعم المواطنين والجنود وجاب بلاده التي مزقتها الحرب نجح الرئيس الأوكراني وجيشه بإلحاق هزائم مفاجئة بالجيش الروسي واستعادة بعض من أراضيها كما استخدم شعبيته ومعاناة الأوكرانيين لانتزاع أسلحة أكثر وتمويل أكبر من حلفائه الغربيين ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا شكرا